معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب أهلا بك سيد يوسف في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية لحظة الحسم التي تحدث عنها بني جانس بأنها تقترب وبأنها تتعلق بالمسار العسكري كيف تنظر إليها حتى هذه اللحظة في ظل عدم مصولها إلى التصعيد المتوقع بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل صباح الخير يعني واضح أن الموقف التصعيدي الإسرائيلي هو أنعكاس لفشل المساعد الدبلوماسية التي عملت في الأسبوع الماضية على احتواء الجبهة الجنوبية خصوصا المحادثات التي أجراها مفضون أوروبيون ولسيما الفرنسيين ومعلوم أن فرنسا حاولت في الساعات الماضية تعويم المبادرة التي كانت قدمتها قبل شهر ورفضها الجانب اللبناني أو تحفظ على كثير من بنودها واضح اليوم أنه مع انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي لحل في جنوب لبنان ومحاولة أي طرف إقناع حزب الله بالخروج من منطقة الجنوب الليطاني إلى منطقة تبعد أو مسافة تبعد عن عشرة كيلو مترات بحيث لا يشكل ذلك خطرا أو تهديدا مباشرا للمستوطنة الإسرائيلية يبدو أن إسرائيل انصرفت اليوم أو باتت تركز على العمل العسكري أكثر من أي محاولات أخرى ما كنا نشهده في الأسابيع والأشهر الماضية هو ضربات محدودة في العمق اللبناني وفي الجنوب اللبناني بتقدير اليوم الإسرائيلي وصل إلى قناعة بأن ابقاء الأمن متوتر على جبهته الشمالية لن يفيده لا على المدى المتوسط والبعيد ولا يفيد نتنياهو وحكومة نتنياهو بالبعد السياسي وببقائها في السلطة كان في السابق حديث عن أن جبهة لبنان قد تشتعل بعد حزم مسألة رفح يبدو الأولويات بدأت تتغير لدى الإسرائيلي وهو عازم الآن بحسب التصريحات وبحسب المعلومات عازم على إيجاد حل ولو كان حلا عسكريا كبيرا وواسعا لضمان أمن الجبهة الشمالية لكن لا أحد يعرف كيف يمكن ضمان الأمن في هذه الجبهة إذا ما بالفعل اشتعلت حرب واسعة مع حزب الله في جنوب لبنان لذلك أنا أعتقد أن حالة الترقب في لبنان كبيرة ولبنان يأخذ على محبل الجد كل التهديدات الإسرائيلية وأعتقد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى في الساعات الماضية سلسلة اتصالات مع دول إقليبية ودولية في محاولة لكبح جماح الاندفاع الإسرائيلية لكن حتى الآن لم يفلح في اتخاذ أو تعهد بأن هذه العمليات الإسرائيلية لم تقع على الأراضي اللبنانية نعم لكن سيد يوسف في ظل السعي الدبلوماسي الحاضر يبدو من دول عدة أنا تبدو بأن هذه الجهود الدبلوماسية حتى هذه اللحظة دعنا نقول نوعا ما فاشلة فما الذي يمنع حتى اللحظة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد الأكبر على جبهة لبنان هل هي حدود الاشتباك كما توصف أو قواعد الاشتباك بين الطرفين لم تخترق في ظل أن إسرائيل حتى اللحظة لربما اختلت قيادات كبيرة لدى جانب حزب الله عملية الاغتيال هي أعتقد أنها رغم أن إسرائيل تخطط قواعد الاشتباك إلى حد كبير لكنها لزالت ضمن المناوشات المقبولة أقله من الجانب اللبناني والفاعلة من قبل الجانب الإسرائيلي لكن هذا لا يعني أن إسرائيل حسمت المعركة لمصلحتها ولا يعني أن حزب الله حقق كسبا سياسيا أو عسكريا من خلال صبوده إلى فترة طويلة في جبهة الجنوب أعتقد أنه كما تفضلت وقلت أن الفشل السياسي والدبلوماسي سيفتح المجال أمام العمليات العسكرية الواسعة على الجبهة اللبنانية ما كان يحول دون ذلك في الأوقات الماضية كان ثم تتحذير أمريكي وفرنسي وأوروبي إلى الإسرائيليين بأنه إذا ما وقعت مواجهة مع لبنان هذا يعني أن إيران قد تكون شريكة في هذه المواجهة وربما تندفع الأمور نحو حرب إقليمية لا يريدها الأمريكي في هذه المرحلة ولا يريدها الأوروبي أيضا لا يريدها حزب الله بينما يريدها بنيامي نتنياو لكن بعد ضربة الإسرائيلية في دمشق القنصلية الإيرانية والرد الإيراني الذي جاء بنتائج مخيبة أو باهتة كما يصفه اليوم محللون في لبنان وفي المنطقة ربما جعل الإسرائيلي يغير من استراتيجياته ومن تكتيكاته بالدرجة الأولى بات يعتقد أن التأثير الإيراني على الحرب إذا ما وقعت سيكون محدودا أيضا هناك جانب مهم وأساسي هو أن نتنياو استطاع أن يجمع حشدا دوليا كبيرا مع الضربة الإيرانية التي طالت إسرائيل في الأسبوع الماضي وبالتالي هو يعتقد اليوم بأن أي مواجهة مع لبنان أو مع الجبهة السورية إذا ما قرر أن يفتحها الإيراني أو مع العراق إذا ما انخرطت الميليشيات الشيعية فيها أو حتى مع الحوثي يعتقد اليوم نتنياو أن هذه الحرب ستكون لمصلحته لأنه سيحاول التخلص من كل البؤر الأبنية والعسكرية التي تهدد إسرائيل في المحيط وأن الوضع الإقليمي والدولي اليوم مؤات لأن يقف إلى جانب إسرائيل كما حصل في اشتراك فرنسا وبريطانيا في إسقاط المسيرات والصواريخ الإيرانية لذلك أعتقد أن ظروف اليوم تختلف عن ظروف الأسابيع والأشهر الماضية لأن بن يمين نتنياو يجد أنها الفرصة الوحيدة المؤاتية للدخول في حرب يعتقد أنها إن لم يكن سيكسبها بوقت سريع وهذا مستبعد أقله أنه ينتزع اعترافا دوليا بحق إسرائيل في خوض مثل هذه الحرب من أجل الدفاع عن أمنها الاستراتيجي ومن أمن الدفاع عن وجودها على المدى الطويل كما يقول الإسرائيلي في كل خطاب شكرا جزيلا لضيفي الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب من بيروت ترجمة نانسي قنقر